أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي متابعته المستمرة أولا بأول لنتائج اجتماعات لجنة إدارة الأزمات فيما خص تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية وكذلك تنفيذ الإجراءات التي تم الإعلان عنها لتعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء خلال اجتماع المجلس بمقره بالعالمين الجديدة شدد مدبولي على تنفيذ الإجراءات التي تم الإعلان عنها للتعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء وطلع رئيس الوزراء على مؤشرات أداء الطلاب بامتحان الثانوية العامة واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع تقريرا حول فعاليات مؤتمر المصرين في الخارج والتوصيات التي تم التوصل إليها وأكد في الوقت ذاته على أنه سيتم دراسة مختلف التوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها في ختام فعاليات المؤتمر والعمل على تنفيذها وأكد رئيس الوزراء أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة الروسية الإفريقية الثانية مشيرا إلى الرسائل المهمة بكلمة الرئيس بالقمة والتي تضمنت تحديدا لمحاور ورؤية مصر لتعميق التعاون القائم تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية ما بين روسيا وبلدان القارة الإفريقية